السلام عليكم اليوم جيت ندوي لكم على واد القنار جنة الله في أرضها واد القنار اللي متواجد بطراب إقليم شفشاوي هو عبارة عن الجبل العميق مليء بالتضاريس الساحرة والأشكال الجيولوجية والمسابح الطبيعية في شكل أحواد مائية كيختلف عمقها من مسبح لآخر تيخلك من باهر من صفاء مياها ونقائها هذه المناظر الخلابة اللي سحرات وعقول كل منزارها خلات المنطقة قبلة للعديد من الزوع من مختلف ربوع المملكة كيقصدوها بهدف الاستجمام بمياه جيلها الطبيعية العذبة بحيث أنهم كيتخذوا جنبات الواد مكان للإقامة بين الأشجار الوارفة الطيلة أما عن المسار الطرقي الواد القنار فيمكنك تمشي لمنطقة دوادلاو نحو اسطحان وصولا إلى مركز بحمد التابع لإقليم شفشاو ثم التوجيه عبر سيارات النقل المزدوج لمسافة لا تقل عن نصف ساعة وثمان معقول ما كيتعداش عشرة دراية في اتجاه خمي سبق بعدها يمكنك المشي على الأقدام لساعة من الزمن بين أحضان طبيعة الخلابة وصولا إلى واد القنار للإشارة فواد القنار أو كيفما كيبغي البعض يوصفه بجنة الله في أرضه أو قطعة في الجنة فهذا نداء للمسؤولين يعطيه العناية اللازمة وخصوصا وأن المكان يفتقد الشروط الراحة للزواء وعلى رأسها المراحل والأماكن المخصصة لرمي النفاية ونسهل عملية المرور وسط الجبال فضلا عن علامات شواء وغيب مراكز للتطبيب والإرشاد السياحي هذا الشي كامل لقلته غير غير على المكان الساحي شكرا لكم وكان معكم ياسين سرمادي لا تنسوا واشتابعوني على قناتي في اليوتيوب شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا 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 شكرا